مع أخبار الرياضة عودة مرة أخرى إلى شروق شكراً هابا شكراً دينا إلى أهلاً بحضراتكم من جديد وجولة رياضية جديدة خسر المنتخب الوطني لأول كرة القيادة للسيدات المناظر الكنغولية بنتيجة 21-20 وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة في سنغال ومن المقرر أن يلتقي منتخب الوطني في مباراته القادمة غداً الجمعة مع نظيره التونسية أعلن الجهاز الإداري لمنتخب الوطني الأول لكرة القدم انضمام محمود حسن تريزيجي نجم فريق تربزون سبور إلى معسكر المنتخب المقام حالياً بالقاهرة كما شارك تريزيجي في ميران المنتخب على استاد القاهرة وذلك في إطار الاستعداد لوضية المنتخب الوطني أمام نظيره البلجيكي والمقرر في الثامن عشر من نوفابر الجاري بدولة الكويت يواصل المنتخب الوطني لنشئين تدريباته استعداداً لمؤجهة تونس الحاسمة المقرر لها غداً الجمعة في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت سبعة عشر عاماً من أجل إحياء فرصة في التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته في الجولة الأولى على مناظره الليبي بهدفين مقابل هدف أحد وبات المنتخب الوطني لنشئين مطالباً بتحقيق الفوز أمام المنتخب التونسي ثم الفوز على المنتخب المغربي في المباراة الأخيرة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري للحفاظ على فرص التأهل لنهايات كأس الأمم الإفريقية للنشئين انتهت جولتنا الرياضية مرة أخرى عودة إليكم هبا ودينا شكرا لك شروع